تعالوا نعمل شوية Chicken Strips أحلى من المطاعم 100 مرة طرية من جوة اللحمها أبيض والأرمشة ولا غلطة هنجيب نص كيلو من فلتو الفراخ وهي فصوص بتبقى موجودة تحت السدق حط عليها التوابل هكتب لكم كل التوابل في الـ Description شوية لبن شوية خل ونقلب الخليط كويس ونزود عليه شوية ماء هنغطي الخليط ونسيبه في الدلاجة 3 ساعات 4 ساعات ويفضل لو دي لك أمنا بعد ما نطلعه من التلاجة بيكون ده شكله هنجهز كوباية دقيق ومعلقة نشا وديهم معلقة كوركم هنحط فيها الفراخ ونبتدي نقلبها بالشكل ده في عندنا طريقتين للبريدنج فيه double breeding بنقلبها في الدقيق ونطلعها نحطها في مية متلجة ونرجع نحطها في دقيق تاني أنا بفضل single breeding متكون أخفف الألي والفرق ما بينهم منها بنحطهاش في المية بس بنقلبها كويس في الدقيق أعمل تلكم قطعتين عشان تشوفوا الطريقة بنجهز زيت غزير سخن وقوم ما بننزل بالفراخ بنبتدي نوطي النار عليها دقيق لديها دارة حرار متوسطة بتقعد حوالي تقريبا 4 دقايق وبنحطش كتير في الزيت عشان الزيت ما يبرطش ونطلعها نشفها على راك الأرمشة واللون خطير وبيضة من جوة وطرية جدا فعلا أحلى من المطاعم بنقدمها مع فرويز والصوصات اللي بنحبها قرب الهانة والشفة وطبعا تسلم ايدي